بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا أبا عبد الله ولعن الله قاتليك وتابعيهم فضلة من فضلات عائشة مساح جوخ كما يقال في العامية أحد من يوظفهم آل خليفة عادة لتولي الدفاع عنهم وهو نائب البرلمان السابق جمال بحسن انتصب ببيان ركيك للرد على موقفنا الذي شجبنا به اعتقال طبيب في البحرين بتهمة قراءة زيارة عشرة وأطرف ما جاء في بيانه أنه يدعونا إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة وأن مملكة البحرين هي مملكة القانون والنظام وأن ليس هناك أحد فوق القانون لا أدري هل يؤمن هذا بما قال حقا أم هو يماحك ويكابر فإن كان الأول فهي آية بلاهته وعلامة خرفه وإن كان الثاني فكفى بالمماحكة والمكابرة حكما على صاحبهما وخزيا منذ متى كانت البحرين مملكة القانون والنظام لا أبالك وهذه حكومتها لا تنافس على المراكز الأولى إلا في سجل انتهاكات حقوق الإنسان لدى المنظمات الحقوقية العالمية ثم على فرض أن الاعتقال كان عملا بالقانون فمن ذا يقول أن القانون عادل ومستحق فإنه لو كان كل قانون تسنه حكومة وضعية عادل ومستحق لكان القانون الفرنسي الذي يمنع المرأة المسلمة من ارتداء حجابها في الجامعات عادل ومستحق أترى أيها الأنوك أنه لا يحق لنا نحن المسلمون أن نبدي اعتراضنا على هذا القانون بدعوى أنه تدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة كالثاني حكام قطر مثلا ألا كففت نفسك عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة أم أنك تبيح لنفسك ما تحرمه على غيرك وتقول في بيانك الذي نعجب كيف تناقلته وسائل الإعلام مع ركاكته وهزاله تقول مخاطبا إيانا ستظل البحرين خليفية رغما عن أنفك وأنفك لحاقد وخليف ونحن نقول ستظل البحرين شيعية رغما عن أنفك وأنفك لناصب ودخيل وقولنا أصدق من قولك ضرورة أن الحكومات تأتي وتذهب تنشأ وتزول أما الشعب فباق وهذا الشعب البحراني الأبي مذ عقد أجداده عقد الولاء للعترة الطاهرة صلوات الله عليهم لم يتغير ولم يتحول ولم يزده تقلب الحكومات والأنظمة الظالمة عليه إلا رسوخا في عقيدته والتزاما بعقد ولائه فمن أنت أيها الدخيل ومن آل خليفة اللصوص الغزاة الذين اجتاحوا هذه الجزيرة سنة 1783 واستولوا عليها بالغدر والقهر إنهم مجرد حالة طارئة وإن طال أمدها وستزول يوما ما إن شاء الله وقد قال عز من قائل وتلك الأيام نداولها بين الناس وقال سبحانه إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين يالبؤس آل خليفة إذ لم يجدوا غيرك ينصبونه للرد ولا عجب فهذا هو المتوفر لهم ممن يتكلم شبه العربية على ضعفه وهزاله في اللغة وإلا فبمن يستعينون بباكستانيا استوردوه أم ببنغاليا جنسوه ألا فرب على ضلعك يبن منبوحة الكلاب في الحواب واعلم أن الله سبحانه هو مالك الملك يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء ولو أن آل خليفة كانوا واثقين من شرعية تسلطهم على هذا الشعب لقبلوا بما طرحناه منذ سنوات حين اهتدام المواجهات وهو إجراء استفتاء حر بإشراف أممي يختار فيه الشعب بقاءه تحت حكمهم أو اختيار نظام آخر فلماذا رفض آل خليفة هذا المقترح وأخذوا بالتنكيل بهذا الشعب الصابر وسفك دمائه وزج رجاله ونسائه بل وأطفاله في السجون لماذا هم خائفون من إجراء هذا الاستفتاء؟ أوليس لأنهم يعلمون أنهم مرفوضون من هذا الشعب رغم كل ما فعلوه من تهجين وتجنيس لتغيير تركيبته الديمغرافية إن الواثق من شرعيته وتأييد أغلبية الشعب له لا يخاف مقترحا سلميا حضاريا كهذا أما وإنكم تأبون إلا سلوك سبيل سفك الدماء وفرض الأمر الواقع بالقهر والإكره أما وإنكم بدأتم بالتمادي حتى صرتم تتدخلون في عقيدتنا وشعائرنا ونصوص أدعيتنا وزياراتنا المقدسة فسنكون مضطرين للدفع من جديد باتجاه المشروع الذي أفزعكم المشروع الذي يقطع دابركم إن شاء الله مشروع البحرين الكبرى حيث تعود هذه الجزيرة مع القطيف والأحساء وما جاورها إلى وحدتها التاريخية فإنما هو شعب واحد قطعت أوصاله بسكين الاستعمار لم يستفت ولم يؤخذ برأيه وآن أوان أن تكون له الكلمة الفصل في استفتاء حر على تقرير المصير قد تكون تهيئة الأمور لذلك صعبة وقد تكون الطريق طويلة إلا أنه عند الصباح يحمد القوم السرى وواقع الدنيا هذه أثبت أنه لا ثابت فيها وأنها دنيا المتغيرات التي كثيرا ما تقع فجأة فتنقلع براطوريات وتقوم أخرى خاصة مع تقلبات السياسة العالمية التي لا استقرار لها ونحن على كل حال من وراء ذلك واثقون من نصر الله تعالى الذي يقول فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين واثقون كذلك من رعاية إمامنا المفد المهدي من آل محمد صلى الله عليهم وعجل الله فرجهم الشريف الذي يقول إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء وإنا لنعلم أنكم يا أبناء الحميراء حكاما ومحكمين لطالما استعنتم في مواجهتنا واستكثرتم على تشويه دعوتنا ببعض جهات في الداخل الشيعي منحرفة أو دنيوية أو جبانة تصطف معكم لمحاصرتنا وكأنكم وإياهم لم تتعظوا بعد مما مضى إذ لم يفلح تمالؤكم ولا تظاهركم في محاصرة هذا المد الإسلامي الشيعي الرافضي الأصيل ألا فاعلموا جميعا أن بعون الله تعالى وتأييد أوليائه لا نهاب ولتحرير هذه الأمة من الجاهلية الثانية مستعدون لمواجهتكم أجمع مهما استكثرتم والقصاب لا تهوله كثرة الغنم ترجمة نانسي قنقر